وهذا يعطينا معلومات مهمة حقاً عن تعدادها نحن مهتمون بصحتها وتعدادها في المناطق الحضرية على طول الساحل ومن ثم مقارنة هذه الأعداد مع أعدادها في المناطق غير الحضرية حيث لا توجد لديها مشاكل مع الناس الذين يؤثرون على بيئتها لقد كان ذلك ذكراً كبيراً إنه حيوان هادئ جداً لذلك كان هذا سهلاً جداً أليس صحيحاً؟ ما لدينا هنا هو الطعام المفضل للأطم هذا هو نبات كولوفولا الفالوس وهو نادر جداً في قاع الرمال وحيوانات الأطم تقوم بامتصاصه بواسطة فمها ثم تطحنه بين شتقيها في الداخل وتعالجه بلسان هوا من ثم تقوم بابتلاعه يمكنك أن ترى أنه لا يوجد الكثير من هذه النباتات ويتعين على تلك الحيوانات أن تأكل كما الأبقار أعني أنها من أبقار البحر أي تأكل طوال اليوم لكن يجب أن يوجد ما يكفي من الطعام بعد الصيد نجد أن تدمير المراعي هو السبب الثاني لارتفاع معدل الوفيات بين حيوانات الأطم فعندما لا تجد غذاء تهاجر لإيجاد المراعي البحرية الطازل